مع نهاية موسم الحصاد والدرس حققت ولاية تيارة إنتاج ما مجمله مليوني قنطار من مختلف أنواع الحبوب وهو رقم قياسي جاء بعد رفع التحدي وتظافر كل جهود الفاعلين من فلاحين وسلطات وصلنا في الإنتاج إلى مليونين قنطار والشيء الذي يدخل للتعاونيات هو يتعدى ألف مليون وسبعمائة وخمسين ألف قنطار هذا الرقم رقم قياسي بفضل الإجراءات والتدابير التي توقف عليها شخصيا سيد ولي الولاية مع كل الهيئات سواء من حيث التطبيقية يعود أيضا تحقيق هذه النتائج في تحصيل الحبوب إلى تسهيلات قدمت للفلاحين الذين من جهتهم يطالبون على لسان ممثليهم بمواصلتها لا سيما بموسم الحرث والبذر القادم هذا الوروكور كيف تتخل؟ تتخل كانت ناس ما عنده وثائق هذك اللي ما عندهش وثائق راح يدفع المنتج تاو راح يعطيه الوحدة خل اللي عنده وثائق اليوم التطبيقية عطتنا من طرصة بليتيريال واليوم المنتج بين شكونه أنه الفلاحات سندفعوا كل شيء والفلاحات لابد كانوا يدسوا بعض الوقت يدسوا زريعتهم العلفة أزويل سنحا لا لذلك الأمر شوي صعب ماذا بينا يكون فيه قرض الرفيق في وقته أنطلق تاعد موسم الحرث والبذر في وقته ولاية تيارت تتجه هذه السنة لتحقيق الريادة في إنتاج الحبوب وهي ليست بالغريبة عن ولاية لا طالما اشتهرت بوفرة وجودة منتجاتها الفلاحية عبر عقود من الزمن